عبدالأسعد اسم انتشر على نطاق واسع بالسوشيل ميديا بين السوريين هو ضحية من ضحايا تطبيق قانون جرائم المعلوماتية بدنا نتعرف على قصته بدنا نحكي أيضا عن موضوع الاخناء بين الوزراء في التسابق لطبيض الوش وتنفيذ توجيهات الرئيس الأسد لتسويق حمضيات اللاذقية رح نحكي أيضا ماذا يجري في الشمال للقضاء أو لإجهاض البادرة الحسنة أو المؤشر الإيجابي في خروج المظاهرات في مواجهة الغلاء أيضا رح نتكلم عن مصطلح جديد ظهر في تدشين المشاريع في سوريا من تحت رعاية الرئيس إلى في عهد الرئيس نشوف شو الفرق بين التعبيرين وأخيرا رح يعني نعرج أو نحكي باقتضاب أو ربما بدون تعليق على مؤتمر للمعارضة السعودية في قلب بيروت يصدف أن يكون معظم الخطبات فيها من حزب الله فإذن مرحبا وأهلا فيكن باستعراض أحداث اليوم الخميس 13 كانون الثاني عام 2022 فزعت الحمضيات يلي ترأسها رئيس مجلس الوزراء في رحلة على رأس وفد من الوزراء والمسؤولين إلى اللاذقية بتوجيه من الرئيس بشار الأسد تحولت لسجال إعلامي على ما يبدو بين أطراف وزارية فجأة بيطلع بيان لوزارة التجارة الداخلية الوزير عمر سالم بيقول فيه أنه تناول قضية أو ما يحصل في قضية الحمضيات هو مزاودة إعلامية يعني هي كبيرة لا نقول لش كبيرة وبيقول أنه الكميات المتلفة من الحمضيات ليست من الثمار السليمة الكميات اللي ظهرت بتقارير تلفزيونية صحيفة الوطن عمر التقرير وأظهرت بعض الحمضيات التالفة أنه هي من القشريات الصغيرة التي تساقطت من الأجار بسبب الذبابة البيضاء وقلة الأمطار فأنتجت ثمارا قطرها صغير يعني هذه الثمار لا يمكن تسويقها لا داخليا ولا خارجيا الحياة هذا بينصف أساس كلها الفزعة وأساس يعني أنه بمعنى هذا الكلام معناه أنه ما كان في داعي لا للتوجيه ولا كلها الفزعة نحن عم نقوم بواجبنا وأكثر وكأنه الوزارة والوزير قرأ في هذه التوجيهات وفي هذه الفزعة وفي زيارة والتزيد يعني الحياة هو في تزيد والحياة في مزاودة إعلامية يعني معوحة ولكن الغريب أنه يصوى بمسمياته وخاصة أنه هي جاءت بتوجيه من الرئيس أنه قرأ أنه هي اتهام لمؤسسة التجارة ولوزارته بالتقصير في تسويق هذا الموسم بكل الأحوال القضية نحلت على لسان محافظة اللازقية قال أنه تسوق أكثر من 90% من المحاصيل التي نقلت إلى سوق الهال اليوم يعني خلاص الأمور مشت قبل الساعة 12 صار فيه تهافض صار فيه يعني طلب زائد صار كل يعني باعتبار فيه توجيهات صار الوزراء المسؤولين يعني الرسميين وتجار سوق الهال والمواطنين كلهم بدي يحلوا الأزمة وبدو ينشحوا توجيهات الرئيس الأسد ولكن مع ذلك طبعا الأجواء كانت إيجابية ولكن المواطنين كان عندهم شكوك حول النتائج يلي ستتأتى عن هذه الفورة وكان في تقرير بقناة يعني سماء الشبه الرسمية سألوا الناس عن رأيهم في هذه الإجراءات وهذه الفزعة ونتائج هذه الفزعة فقالوا أنه يعني إن شاء الله بتكون النتائج جيدة في حال نفذت هذه التوجيهات والقرارات التي ظهرت في الأعلام في اليومين الأخيرين مزارع لأنه الوضع الرهي بالنسبة للمزارع ووضع مزري كانت قرارات إيجابية إذا بتتفعل الأرض مثل ما حكى بشكل عام أن المزارع بيتحسن بيتحسن أنه مردوده قرار بيفيد المزارعين وبيفيد المواطن بيفيد الكل بس يتنفذ القرار أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا هذا لسان حالف اللاحي المحافظة ولكن تبقى العبرة بالتنفيذ عبدو الأسعد اسم تم تداوله على السوشيال ميديا على نطاق واسع هو مهندس من السقيلبية من سلحب منطقة قريبة من حما تم اعتقاله بناءً مثل ما فهمنا من بعض المواقع المحلية المقرمة من النظام على خلفية شكوى من مدير مؤسسة مؤسسة الكهرباء هو مهندس متقاعد في مؤسسة الكهرباء شغل عدة مناصب يشهد له بحسب ما فهمت من كثير من الشهادات اللي أريته من سيرته الزاتية اللي نشرتها بنته على السوشيال ميديا أنه يشهد له بالكفاءة والخبرة ونظافة الياد صار في انتقادات لمدير مؤسسة من واقع طبعاً خبرته ومن واقع معرفته بهذا القطاع واختصاصه فتقدم مدير المؤسسة بشكوى له أذيمة ما تم اعتقاله بالمرة الأولى ولكن رجع حركة بعد ما صار في فورة قانون جرائم المعلوماتية والكلام عن تجديد العقوبات فتم اعتقاله بتهمة وهن عزيمة الأمة طبعاً هذا الموضوع بدلل كيف رح يتم التعسف رح يتم تطبيق فيه هذا القانون واتوقع هذا الموضوع متعمد البروباجندا وتطخيم وتخويف الناس من القانون ومثل هاي الحوادث ما بتكون عبث وتسليط الضوء عليها في الإعلام وطبعاً هلا بده ينهوه على أساس بتبويس الشوارب أنه وزير الكعربة وجه للمدير المعني بهالقضية ليسقط حقه عن المهندس ليطالعه طيب إذا ما في وزير وما في مدير وما في إسقاط حق شو بده يصير بالعالم بتوقع مع ازياد الأزمات يوم عن يوم واقع السوريين أسوأ ما عندهم مساحة لحتى يعبروا منا غير السوشال ميديا طبعاً نعرف بالشارع وهذا موضوع المظاهرات والاحتجاجات عنها يعطيك العافية انتهى إلى غير رجعة ظل الفصحة الوحيدة السوشال ميديا على ما يبدو الاحتجاجات والانتقادات على السوشال ميديا بلشت تكون مزعجة للنظام فهن بده يسكتوا العالم بتوقع البروباجندا حول القانون التخويف من القانون ومثل هالأمثلة يعني هي رسالة للناس انه سدوا حلقهم يلي عنده كلمة يضبوا انا من الناس اللي استبشرت خيراً ولكن كنت يعني قلق الحقيقة من المظاهرات اللي كانت عبتطلع في الشمال السوري يعني احتجاجاً على ارتفاع اسعار الكهرباء بالتحديد وما يترافق مع ارتفاع اسعار الكهرباء طبعاً بتأثر على كثير من السلاع والخدمات كانت الاحتجاجات خلال الاسبوع الماضي واضحة وبارزة وعبتزيد يوم بعد يوم اليوم كانت بعفرين ولكن هذا الاستبشار بالخير ما طول كتير جاءوهم في الشمال السوري بالمفخخات اليوم في ثلاثة انفجارات صارت في مناطق متعددة بعفرين والباب واعتقد في عزاز اتوقع انه هذه الاعمال هدفها انه ايضاً نضبوا ببيوتكم هذا طبعاً دليل انه سلطات امر الواقع يلي بنعرفها هي من رحم النظام كله بيشبه بعضه وكله نفس الاساليب والغاية انه الناس يعني تسكت والناس تنفذ والناس تنضي بحياتها بدون ما يكون عندها اي فصحة الاعتراض او الدفاع عن نفسها مع الاسال طبعاً احنا كلنا بنعرف انه بسوريا اي عمل يعني اي عمل لازم بالنهاية ينسب للرئيس وصولاً لتركيب حنفية منشوف انه فوق الحنفية في لافتة في قطعة الخام مكتوب بتوجيه او تحت رعاية السيد الرئيس كان حافظ الاسد او بشار الاسد بعدين بيجي اسم المسؤول يلي دشن او افتتح المشروع رئيس وزراء وزير مؤدير مؤسسة الى اخري هاي يعني معروفة من خمسين سنة لهلا لازم كل المشروع يكون عليه اسم الرئيس طيب نحنا بحالتنا خرجت مناطق كتير عن سيطرة النظام وصار في الحكومة ما انا قادرة تقوم بكل المشاريع صار في مساعدات في جهات خارجية صار في جهات خارجية عاب تقوم بالمشاريع من الالف لاليا يعني الحكومة والنظام مالهم اي يد فيها طيب كيف بدي يحطوا اسم الرئيس عليها هون صار في مشكلة يعني لا بتزبط تحت رعاية ولا بتزبط بتوجيه في جهات دولية قامت بترميم مدرسة بدير الزور ما بيزبطوا الماء لنا برعاية او بتوجيه كيف بدي حلوه الشباب اوجدوا الحل من خلال هاللافتة يلي هو فيه عهد الرئيس بشار الاسد ونحلت القضية وتسجل الانجاز للرئيس بشار الاسد ولو كان هو من صنع مؤسسة انسانية بتقدم مساعدات لشعب مع تقادر على الحياة اخر موضوع الحياة رح اردلكن يا بدون تعليق المؤتمر للمعارضة السعودية في بيروت نحنا بنعرف شو صار ببيروت بنعرف شو صار باللبنان والمقاطعة الخارجية تم الاصرار على اقامة مؤتمر للمعارضة السعودية في بيروت يصدف بانه معظم الخطباء فيه من حزب الله رح اطلكن التجيل بالرابط بصندوق الوصف لحتى تشوفوه على تليجرام سيرا نيوز والتعليق رح يكون الكم هذا كل شي اليوم اذا بتكن تتابعوا اخبار اضافية تابعوا على موقع سيرا نيوز العنوان رح يطلع قدامكم على الشاشة شكرا لمتابعتكم شكرا للمشتركين بالقناة ولمنتسبين لعضوية القناة وإلى اللقاء في تجينا قريب